بعد أعلان الخارجية الروسية بأن نشر الدرع الصاروخية الأمريكية في أمريكا الجنوبية سيؤثر سلبا على الاستقرار العالمي الاستراتيجي ومن شأنه تصعيد التوتر في المنطقة أعلن الأمين العام لأحلف شمال الأطلسين نيتو يانسي ستولتنبرغ أن الحلف بحاجة إلى حوار بناء مع روسيا لأنها جزء من الأمن الأوروبي تصريحات ستولتنبرغ تتنقض مع أفعال الناتو على الأرض الذي يكثف منذ أشهر تواجده العسكري قرب الحدود مع روسيا كما أجرى مناورات عسكرية عدة في لتوانيا وبولندا وغيرها رغم الانتقادات الروسية الرئيس الأمريكي بارك أوباما اعتبر أن حلف شمال الأطلسين نيتو يواجه تحديات طارئة تتطلب من أعضائه التحلي بالإرادة السياسية وتقديم التزامات إضافية للتعامل معها وفي مقال كتبه لصحيفة فينانشال تامز البريطانية كرر أوباما موقف إدارته المعادي لروسيا من خلال دعوته إلى الإبقاء على العقوبات المفروضة ضد موسكو بحجة الأزمة في أوكرانيا وتحريضه الدول الأعضاء في الناتو على الوقوف بحزم ضد إعادة ضمن شبه جزيرة القرم الذي جرى بعد استفتاء بي في آذار عام 2014 بأغلبية صاحقة لصالح التوحيد مع روسيا